متتبعي قناة الفاس بريس مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من برنامج كاساسي تي اليوم سننقشون مشاكل الضواحي في مدينة الداربيضة بعد انتخابات الجماعية والجهوية لجرات في 18 تنبير 2021 على هذه الضواحي ستتم اعداد الاعتبار خلال هذه الولاية انتدابية الحالية وننقشون بعض المشاكل المطروحة على مستوى اقليم المديونة من اجل ملاقشات القادية نستضيف استيد عبد كبير سعود مستصر جماعي في 3 مليل سي سعود مرحبا بك شكرا على استضافتكم سعود قبل ان انتخابات الجماعية في مشاكل الضواحي وانتخابات الجماعية كنت في الاستقلال ومشاكل التحول رغم ان الجميع في منطقة 6 مليل والاقليم المديونة عامة تعرفون ان سعود هو انسان الاستقلالي اشترى السبب التحول السبب التحول اجابته الظروف العام من هذه السياسية التي اخذتها حزب الاستقلال في شخص الامير العام ديالو لاننا قام بوحد زيارة اقليم المديونة وجل عن السيد اللي اعطاه تسكية البرلمان معلوم ان احنا كاستقلاليين كمناديلين ديال حزب الاستقلال كمناديو بالزيارة زيارة الامير العام للمنطقة مديونة بصيفتها كقلعة استقلالية منذ 2006 ولكن مني اجابة في 2021 قام بزيارة لم يعتبر اي مناديل حزب الاستقلال لان احنا كمناديلين داخل اقليم المديونة و كحاملين حزب الاستقلال الاكتب ديالنا لم يعد لنا اي اهتمام لان الزيارة ديالو جاء عندول الدار برك معه نحن كمناديلين غير مفتشيات حزب الاستقلال داخل اقليم المديونة و عندنا حدوة مديونة و عندنا حدوة الهراويين رغم انك لم تجد أيضا تزور مفتشيات تزور الهراويين و جبناتنا لدينا احنا ان تجدت البرلماني الجديد و الذي تم تعيين من طرف هذا الخطأ الآخر لانه تم تعيين من طرف الامير العام ككاتب اقليم و الكاتب اقليمي لاي يعين لا يمكنك أن تلتزم بالقرار الحزبي لأنك منادر الاستقلال أو عين الأمين العامة يكون محدد اتزام أخلاقي في صوف الحزب نحن في حزب الاستقلال تعلمنا حاجة واحدة نكون أو لا نكون وهذه سيكون طيلة المسيرة السياسية تحتفل على صعيد بلدية تتمنين أكون أو لا أكون أكون فاعلا وفعالا من داخل الحزب أو لا أكون ويعطيه تزكية ويعينه ومن داره يمشي له طروط وما يعلم الاهتمام من المناديلين الذين كنا ناكلوا العصالة على حزب الاستقلال من 2009 حتى 2021 وتعينه وتعطيه وفي الأخبار نحن هذا يحز في قلوبنا ثانيا انتقال من حزب الاستقلال فردته الظروف الظروف السياسية لأن الظروف السياسية في 2015 نحن نجوش في حزب الاستقلال ولكن عانيت عانيته الأمرين ونحن نجوش في حزب الاستقلال ونحن نجوش في حزب المعاصرة ونجوش في حزب المعاصرة لأن حزب كينتاميليا قريبا من 2010 ونحن نريد مصلحة المواطنين ومصلحة المواطنين ومصلحة بلدية في إطار مجموعة متناسقة متكاملة وخدتي على الرئيس الظروف السياسية كما تقولون بعض المتتبعين ويخصوه البلدية كسبب سميته منذ سنوات طويلة وصير فشالي ورئيس للجامعة لماذا اختارت الفشالي رئيس الجامعات؟ سؤال سؤال لقاء السابق وجوبتك ونجوبك نفس السابق لأنه ونشوف الله يجزيكم بخير سيارة سيارة سيارتها من 1992 إلى 2021 سيارت البلدية في مرحلة تصاعدية ما سيارتها لدينا برامج اليوم لدينا التزامات لدينا جددنا الثيقة لدينا جديد الثيقة لأننا لدينا المراجم المناسب في المكان المناسب لأنه إنسان باقي فيه ما يعطي باقي القدرة الفكرية دياله قادر يعطي ليس كأن نأخذ الإنسان للقوة البدنية دياله إنما قدرة الفكرية دياله ليس سهل راجل متنزين يجعله واحد يفكر عنده بعض النظر بعد ذلك بعد المرات نخطأه بعد المرات يكون على سوى كان من فرد أنكم اضعوا واحد ليس كذلك ليس كذلك تدب الحمد لله تدب الحمد لله ليس كذلك لدينا تركيبة المكتب اللي معه رأى أنا مثلا مدخل النيابة واحد المجموعة لأننا نريد أن ندوزوا واحد لأننا نريد أن ندوزوا واحد للمنطقة لأننا نريد أن ندوزوا ونأخذنا الشباب وعطيناهم قرط ونجعلوا واحد النيابات ونحن نتابعونهم ونسقلوا الأمور لكي نصلوا إلى المرحلة إلى ٢٠٦١ و ٢٠٦١ قادرة البلدية لكي لا يبقى شيء يبال لك الفراغ لأن منك تأخذ شتات الشباب منهم الشباب لأنهم يجعلوا واحد كوين ثقافي وفكري عملي الناس متزينين الناس يعرفون أنهم ماذا يفعلون ونحن نقوم بتجريبة ١٨ عام جريبة الفشتاري تقريبا ١٢٠ عام زائد جريبة هم العملية اللي واخدين العلمتها ونشاء الله في ٢٠١١ وصلنا للمرحلة اللي يجعلوا البصاص على صعوبة ٢٠٠٠ وعلى قليل مديونة توجد أقليل مديونة وعلى قليل مديونة تتعاكم من مجموعة من المجالس المتاخب على سواء على ساعد الماني الدار بيضاء أو المجراطية أو ٢٠٠٠ أو مديونة ولكن ليس بإمكان المشكلة لم يتحسن المشكلة بإمكان المرحلة قولة البيئيه بقى افدك الملاصر طبعا مني كتدوا على قولة البيئيه را كان واحد مجموعة ديال المشاكين اللي هي بيئيه كده كتتتعلق بالبلدية ديال تتمليله مع الجماعات المجاورة دياله هي مقاطعات البرنوسي وكين المواكين مشاكين بيئيه بغتي تقول هو المطرح المطرح هذا كتتكلف بالجماعه ديال المشاطيه ولا الطالب هي جماعه قاروية ربما را دار واحد شراءت الارض الواحد المطرح الجديد بقات خلوا واحد طريقات كيفاش غادي يخزم ولا كيفاش غادي ذلك هذا كناش تحمولات كتبقان المرتبط بالجامعة القاروية ديال المشاطيه ولا الطالب هي اللي عندها صلاحيه واش تقبله ولا ما تقبلش الله أعلم لانه كيبقى اغرامنا اما القنبولة البيئيه اللي كتعاني منها البلدية ديال تتمليله هي قنبولة صاحيحة هما دوك الناس ديال المتلاشيات وما يترطبوا عليها من دخاعا وخلاوا واحد ومن تلوت وهذا كنت تحمل مسؤولية ديال الناس ديال المقاطعة ديال البرنوصي لنجاف الحدود ثانيا خلاوا واحد ما عندك لانك ما غاديش تدخل فو حتى ريطوار ليهو ما دخلش عندي انام هل تخصون الدغط على مستوى الجهة؟ نحن ليس على مستوى الجهة نحن غالي لم يتدابة سير في جديدين تقريبا من 2.8-92 ونحن وعدنا ميلفات تقريبا من الأطناد والوراق بالتصور و لكن لا يوجد فوق طاقاتنا و لا يوجد فوق طاقةنا ولا يوجد فوق طاقتنا كما تقول انك يشد قفزة على مستوى العمران و على المستوى الجيشاز ولكن تبدو في مدينة داربيدا هذا المنافذ مجدد الجمعة حسنا وُتاقلوا لنا بحلنا نجينا بجميع ويحادنا الحمدول إلى... حسناً ساعي لنا لا 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 لاه يل لا الله يителей الحمدول هناك طورة قريبة هناك الطورة قريبة مداخلة طورة قريبة قد تذهبون إلى الدرب لا أقل في الضرب عندنا منافيد ومنفذ من العراوين ومن 17 مليل ومن 30 مليل ومن مديون 30 مليل بالعكس بالعكس القادية نقول لكم كين منفذ واحد لا ماشي كين منفذ واحد هذي مش ألواتاني رفوق طاقاتي خلا واحد رماشي أنا قطاع حكومي عندنا طريق واحد حسنا مسؤولية ونا جماعة مسؤولية عشنا المشكل بالضبط هنا كين معدناش مشكل كين دابا مشكل في أوقات الدروة يكون واحد لكن فرضاتو كينما قلت الدورو في دي اللي العمران ماشي تحمل غالبا دي اللي تيتمليل رحت تشيدي حجاجتي هي كتعرف واحد الدفرة دي اللي العمران كتر من تيتمليل لان اليوم قريبا رجع واحد مجموعة دي السكن دي اللي في الدر بايدارة كلهم طلعوا تيتمليل والدوحي ديتمليل زائد اللوكازمو 188 أكثر من حجاجة ليس سهلة 188 أكثر من عمله غير بوحده زائد الهراويين زائد رب الزفل ملاتق المدينة تتستقبل و ملاتق النوم لا تشفى الحياة هذه مسألة نحن غير مؤخرا عشنا مشكل غير على مستوى التعليم لدينا العمران خالق لنا مشكل في الريمون هذه الناس تحولت من البرنوصي و جاءت من مجموع ولكن هذه هي تحولت ولكن المرافق التي هي العمران ملتزمة بها لتبنيها لم تبنيها إذن هذه الناس يجب أن نستقبلهم الحبابين ومواطنين و لكن قبل أن نسكنهم يجب أن ندلم المرافق الحيوية لدينا مدرسة اليوم و احنا اليوم يقولون نهارا 6 و 8 و شهر 12 سيأخذوا المدرسة الابتدائية و هذه الناس اللي يجعون الليمون و ليس لديهم غير مدرسة و لديهم غير مدرسة و لديهم غير مبتدائية و لدينا مستوصف ولكن هذه مسألة قادرة و أحنا اليوم سأضعنا في مدرسة حيث أن الناس لمنك مدرسة فسألتها قبل أن ندخل الناس أن تكون مدرسة و إلى المستقبل لكي توعدوا السياسة كل مدرسة خلال فترات لا نحن Tagen الوعود راكين وعود في الطريق الهراشاد وحضرنا التران في السيغول وفريكي وحضرنا 32 قطار والفضل يرجع للسيد العاب الحالي لأنه ستكون فيه وحد الفاضاء خاص بالريادات خاص فاضاء أخضر فيه جميع الريادات فيه ملعب كورت القادم كبير فيه فيه التينيس فيه مجموعة فاضاء بالنسبة للساكينة النقطة الثانية بأنه مسألة البيئة وهذا البيئة سأخذنا على العاتق بأنه سنحاربوا جميع البوبين اللي كانوا في الشوارع بخلقوا خط رقم أخضر مع الإضافة رقم أخضر مع جوجة بيكوبات خاصة فيه مكان شبوانوار نظافة خصائي جوب سيكون الإشارة لا المواطنين ولا أعداء النقطة الثالثة بأنه فكرنا نحن كمجموعة المشتشارين ونحطوها على طاولة الحوار بأن البلدية ستخلق فيه وحد يوم أو يومين مفتوحة المواطنين لم يكن مقتصرة غير على الرئيس كانوا في المستوى لا يستقبلوا الشيكاية المواطنين ومع المستوى الجامعة ستحل ومع المستوى العمل ومع المستوى ومع المستوى المستوى الثالثة نقوم بحاجة ومع المستوى اضعنا يجب أن يكون جميع الأمور أعطيتنا مانا لذلك في قلة الحكومية لأننا ستزائل وزائل ثلاثة خطوط لتعضرنا ويكون الأمور وقعدة العمل يبقى العمل يملك حيث أن تناقش كبيرة منكم كبر منه وكبر منه كبر منه وكبر منه بثبت شكرا لسي سعيد شكرا لسي سعيد متتابعي قناة الفاتباليس إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازي سيتي